أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على التوسع في تنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحقق مزيدا من المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات وخلال تفاقد أعمال إنشاء محطة رأس الحكمة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع أكد مدبولي أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيعمل على الربط بين العديد من المناطق التنموية الجديدة والقائمة في قطاعات التعمير والصناعة والزراعة والسياحة وذلك تعظيما لما نمتلكه من مقاومات وإمكانات في هذه القطاعات أشار مدبولي إلى أن الشبكة القطار الكهربائي السريع تسهم أيضا في خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير